بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أجزاء التلاميذ مرحبا بكم معي في فيديو جديد هذا الفيديو إن شاء الله سيكون موجه لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الإبتدائي كراسة مرشدي في اللغة العربية فيديو اليوم إن شاء الله سنتطرق فيه للنص الوظيفي الثالث ونحن لازمنا في الوحدة الأولى والأسبوع الثالث النص الوظيفي بعنوان ندى والسلحفات ندى والسلحفات صفحة 12 صفحة 12 وان شاء الله سناخد صفحة 12 13 وصفحة 14 و15 نبدأ بسم الله بقراءة النص بداية ندى والسلحفات رأت ندى الصغيرة سلحفات على رمال الشاطئ تتحرك أمامها بقوقعتها فصاحت ماما ماما أريد أخذ هذه السلحفات معنا دنت ندى من السلحفات وقالت لها مرحبا سليحفة هل تريدين أن تذهبي معنا إلى بيتنا ستحزن أمي إن ذهبت معك إلى بيتكم وهل لك عائلة مثلي؟ أجل لي عائلة مثلك ابقي إذن على الشاطئ مع عائلتك ونادت الأم هيا يا عزيزة ندى أبوك وأخوك وجدك ينتظروننا هذا هو النص قم بقراءته قراءة متأنية بداية قراءة هامسة ثم قراءة جهرية أريد أن أوضح شيئا صغيرا هنا مثلا في هذه النقطة هنا السلحفات التي تتكلم هنا ندى هي التي تتكلم هنا ندى تسألها هل لها عائلة هنا السلحفات تجيب وهنا ندى تجيبها ابقي إذن على الشاطئ مع عائلتك وهنا الأم تنادي على ابنتها لكي يغادروا الشاطئ ويذهبوا إلى البيت يعني هذا النص فيه حوار بين السلحفات وبين ندى ننتقل إلى الصفحة الموالية صفحة 13 هول التوضيح أنا هنا كنت صورت الفيديو تحدف وكنت حدفته من القالغي أنا كنعود نصوره نحاول نشرح لكم وخا خدمتوا على الكراسة من الذي لا يظهر في الرسم هل هو الأب الأم السلحفات أم الطفلة من الذي لا يظهر في الرسم لدينا هذا الرسم كما تلاحظون لدينا الأم لدينا الطفلة ولدينا السلحفات إذن من الذي لا يظهر إذن الأب سوف نضع على ما على الأب الأب هو الذي لا يظهر في الرسم أكمل الفراغ بما يناسب السلحفات أين توجد؟ السلحفات على الشاطئ على شاطئ البحر وأيضا على الرمل أو الرمال نقول على الرمال كيف هو لون هذه السلحفات؟ كما تلاحظون لونها أخضر نقول السلحفات خضراء ماذا تفعل السلحفات؟ انظروا تبتسم هناك ابتسام مرسومة على محياة إذن السلحفات على الشاطئ وعلى الرمال لونها أخضر نقول السلحفات خضراء وتبتسم ننتقل إلى معجمي أتمم خريطة الكلمات دنت نوع الكلمة هي فعل ما هو مرادفها؟ كما تلاحظون حسب سياق النص دنت ندا من السلحفات وقالت لها إذن معنى دنت اقتربت اقتربت معنى دنت اقتربت اقتربت ضدها ضد اقتربها ودنت هي ابتعدت جملة مفيدة مثال صغير دنا أخي الصغير من أمي وقبلها دنا أخي الصغير من أمي وقبلها ننتقل إلى السؤال الثاني ألوّن خانات الكلمات التي تضمن حركات طويلة كما تعرفون الحركة الطويلة هي المد بالألف المد بالوا والمد بالي هذه هي الحركات الطويلة طفلة طفلة كما تلاحظون أصدقائي طفلة كلها عبارة عن حركات قصيرة عائلة عائلة إذن هناك مد بالألف هذه حركة طويلة نلوّن كلمة عائلة تتحرك تتحرك كلها حركات قصيرة سلحفات 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 هناك أيضا مد بالألف إذن نلوّن كلمة سلحفات وهذه حركة طويلة عازيزتي عازيزتي هناك مد بالي وأيضا هذه حركة طويلة إذن نلوّن كلمة عازيزتي أتعرف مقاطع الكلمات المعبّرة عن الصورة وأنطقوها عندي هنا هذه الصورة لكلمة كلمة كلمة تتكون من ثلاث مقاطع هذا كتاب كتاب إذن كي مقطع تا مقطع بن مقطع كلمة تتكون من ثلاث مقاطع وهذه ذبابة ذبابة نكتبها بداية ذبابة ذو مقطع با مقطع با مقطع تن مقطع إذن تتكون واحد اثنان ثلاثة أربعة تتكون من أربعة مقاطع كلمة ذبابة وهذا بي تن بي تن بي تن بي مقطع تن مقطع بي مقطع تن مقطع إذن هذه الكلمة بها مقطعين فقط بي تن الكلمة الأخيرة والصورة الأخيرة هي لقن فذن قن فذن إذن قن مقطع فو مقطع ذن مقطع قن مقطع فو مقطع ذن مقطع إذن كلمة مقطع تتكون كلمة قن فذن عفوا تتكون من ثلاث مقاطع أقرأه بسرعة من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل أبي أمي أخي أختي أسرتي جدي جدتي عمي عمتي خالي خالتي عائلتي من أعلى إلى أسفل أبي جدتي أمي عمي أخي عمتي أختي خالي أسرتي خالتي جدي عائلتي ننتقل إلى الصفحة الممالية أذكر اسم كل فرد من أفراد العائلة ثم أجزئ الكلمات إلى مقاطع كما في المثال أمّن أمّن ومقطع وإذا فككنا كما تعرفون التضعيف تصبح أمّن إذا فككناها تصبح أمّن إذن مقطعين أخن آ مقطع خن مقطع أخ تن أفران هناك خطأ صغير هنا أخ 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 مقطع تن مقطع أخ مقطع تن مقطع جد تن جد تن جا مقطع دا مقطع تن مقطع وإذا فككنا التضعيف تصبح جد دا تن يعني هناك حرفين في هذا الحرف في حرف الدال مع التضعيف هناك حرفين جد دن جا مقطع دن مقطع وأيضا هناك تضعيف هنا إذا فككنا التضعيف تصبح جد دن جد دن أحدد الجواب المناسب يعني حسب صيق النص أفهم كانت تسير كانت ندا تسير في الغابة هل كانت ندا تسير في الغابة؟ من خلال الصورة نلاحظ أن ندا كانت على شاطئ البحر إذن لا سوف نقوم بوضع علامة على خانة لا في خانة لا وجدت ندا سلحفات لها قوقعا أيضا من خلال النص والصورة نلاحظ أن ندا وجدت سلحفات لها قوقعا إذن نعم نضع علامة داخل خانة نعم ذهبت السلحفات مع ندا إلى البيت من خلال النص انظروا سألت ندا وقالت لها مرحبا سلحفة هل تريدين أن تذهب معنا إلى بيتنا؟ هنا السلحفات أجابته قالت ستحزن أمي إن ذهبت معك إلى بيتكم إذن لم تذهب ندا سلحفات معنا إلى البيت سوف نضع علامة في خانة لا ولو الخانة المناسبة لا تريد السلحفات أن تذهب معنا إلى البيت لأن أمها ستبكي ستحزن أم ستغضب لأن أمها لاحظونا ستحزن أمي إذا ذهبت معك إلى بيتكم إذن ستحزن الأم إذا ذهبت السلحفات مع ندا إلى البيت أحيطوا ما لم يذكر في النص من أفراد العائلة إذا عندنا الأخت الجد الأخ الأم الأب جدة إذن الأخت لم تذكر أجد ذكر هنا هيا يا عزيزتي ندا أبوك وأخوك وجدك ينتظروننا يعني الأب والأخ وجد والأم هم الذين ذكروا في النص وندا إذن الأخت لم تذكر وجدة لم تذكر أجد والأخ والأم والأب ذكروا أتخيل أن السلحفات ذهبت مع ندا إلى بيتها وأتحدث هنا أصدقائي نستطيع التخيل أن السلحفات ذهبت مع ندا إلى البيت ونتحدث تقدروا تأخذوا شوية الأفكار من هذا التخيل اللي حضرت أنايا وقوموا أنتم أيضا بالتخيل ماذا سيحدث إذا ذهبت سلحفات مع ندا أخذت ندا السلحفات معها إلى البيت وقدمت لها الماء والأكل ولعبت معها كثيرا وفي الليل قالت السلحفات لندا لا بد أن أمي وأبي يبحثان عني فسألتها ندا هل لديك أم مثلي؟ أجابتها السلحفات أجل فأنا أفتقدها كثيرا ولا أستطيع النوم إلا جانبها طلبت ندا من السلحفات النوم ووعدتها أن ترجعها في الصباح إلى عائلتها هذا هو واحد الفكرة بسيطة حول ما قد يحدث لو أخذت ندا السلحفات معها إلى البيت أستطمر طفلة صغيرة طفل صغير طفلة صغيرة طفل صغير أضع كل كلمة في الخانة المناسبة كما في المثال أخت كما تلاحظون هذا الرسم يدل على فتاة أخ وهذا الرسم يدل على فتاة أو مذكر وهنا مؤنت أخ عندي هنا أخت نضعه في هذه الخانة عندي أخ في هذه الخانة عم في خانة المذكر خالة في خانة المؤنث خالة في خانة المؤنث عمة في خانة المؤنث أيضا جدة في خانة المؤنث وطفلة في خانة المؤنث هنا كما تلاحظون أن طفلة صغيرة نعني بها الفتاة أو الطفلة بنت أو طفلة صغيرة هنا نقولها للمذكر طفل صغير ننتقل للصفحة الموالية أكتب سوف نحاول كتابة هذه الجملة مع احترامنا لمقايص الحروف ستحزن أمي إن ذهبت معك تكتب الكاف بهذه الطريقة في أخي الكريمة وتكتب كذلك هكذا إلى بيتكم ستحزن أمي إن ذهبت معك إلى بيتكم حاولنا احترام مقايص الحروف ورتب الكلمات ترتيبا ألف بائيا بحسب حرفها الأخير بحسب حرفها الأخير هنا أصدقائي يجب أن تنتبهوا للسؤال جيدا أنا بداية قمت بترتيب هذه الكلمات على حسب حرفها الأول إذن يجب علينا الانتباه جيدا للسؤال ألف بائيا من الألف إلى الياء حسب حرفها الأخير وليس حرفها الأول إذن سوف نرتبها حسب حرفها الأخير إذن الألف أو الهمزة هي الأولى إذن الشاطئ هو أول كلمة هي أول كلمة سوف نكتب الشاطئ 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 با تا رأت هي الكلمة الثانية رأت دائما يجب أن ننتبه للسؤال جيدا تا ثا جيم ليست هناك جيم حا خا رأ زاي سين شين عين إذن مع مع هي الكلمة الثالثة مع غين فا قاف كاف هي الكلمة الرابعة جدك كاف كاف لام لام هي الكلمة الخامسة رمال تنتهي باللام ستحزن هي الكلمة السادسة لأنهم في هذا التمرين وهذا السؤال طلبوا مننا الترتيب على حسب الحرف الأخير وليس الحرف الأول ننتقل إلى التعبير الكتابي أكتب مسودتي أكتب أسمى أحد أفراد أسراتي لأكمل الجملة أحب مثلا أحب جدي وأحب جدتي ألعب مع أخي وأختي زارنا مثلا خالي وعمي أو عمي وعمتي نقول خالي وعمي أو خالي وعمتي مثلا وزارتنا زارنا خالي وزارتنا عمتي مثلا أحب جدي وأحب جدتي تستطيعون القول أحب أبي وأحب أمي ألعب مع أخي وأختي زارنا خالي وزارتنا عمتي نستطيع أن نقول زارنا عمي وزارتنا خالتي مثلا هذه فقط مجرد أمثلة تستطيع أن استعمال أي فرد من أفراد الأسرة لملق هذه الجمل لاستكمال هذه الجمل إلى هنا أصدقائي نأتي إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم مويدا في فيديو قادم مع السلامة اشتركوا في القضاء